موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة الحياة أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج العيادة يسعدني أن أكون معكم النهاردة من خلال شاشة قناة الحياة عشان نستكمل كلامنا عن الأمراض الروماتيزمية اتكلمنا في الحلقات السابقة عن مرض الروماتويد والنهاردة هنتكلم عن أمراض روماتيزمية تانية أحيانا بتتشابه أعراضها مع أعراض الروماتويد وخلال الحلقة هنتلقى مكالماتكم وأسئلتكم على أرقام التليفون المعلنة قدام حضراتكم على الشاشة اتكلمنا قبل كده عن تخصص الروماتيزم بصفة عامة دكتور الروماتيزم هو الدكتور اللي بيعالج أمراض المفاصل وأمراض المناعة الذاتية أمراض المناعة الذاتية زي مرض الروماتويد والزقب الحمراء والروماتيزم الصدفي وتيبس الفقرات وتصلب الجلد دي أمراض مناعة ذاتية يعني الجسم بيكون أجسام مضادة ضد نفسه وشرحنا قبل كده مرض الروماتويد النهاردة هنتكلم عن الأمراض اللي أعراضها بتتشبه مع مرض الروماتويد بس الأول نفتكر الروماتويد عبارة عن إيه؟ عشان الناس تفضل فاكرة معانا الروماتويد الروماتويد هو مرض ملاعي العلامة الرئيسية فيه هو التهابات في المفاصل أوجاع في المفاصل تورم في المفاصل عادة مريض الروماتويد أو مريضة الروماتويد بتصحى من النوم الصبح تلاقي ديها متورمة ومتخشبة دي أشهر حاجة الصوابع لكن هي بتيجي في الصوابع بتيجي في الركب بتيجي في الرجلين بتيجي في الكوع بتيجي في مفاصل كتير لكن أشهر حاجة لها هي مفاصل الصوابع وعادة بتبدأ بالتورم والتخشيبة واحدة واحدة وبتزيد بالتدريج لأن مرض الروماتويد مرض مزمن علاجه مبكرا بيحافظ على المفاصل التأخر في العلاج بيؤدي إلى مشاكل لأن كل ما بيحصل التهابات متكررة بيحصل بعد كده للي بيهمل العلاج تشوهات في المفاصل إنما اللي بيأخذ العلاج مزبوط وبيمشي مع العلاج مزبوط ما بيحصلش التشوهات في المفاصل ده مرض الروماتويد عرفنا برضو من كلام Introduuko قبل كده أن مرض الروماتويد مش بيتشخص بالتحليل مرض الروماتويد بيشخصه دكتور متخصص في الروماتيز بأنه هو بيسمع الأعراض بالكامل بيشوف المفاصل الملتهبة شكلها إيه ومكانها فين لأن مش كل المفاصل ممكن يجي فيها روماتويد فيه مفاصل بيجي فيها ومفاصل لا ولما يسمع القصة ويشوف المفاصل ويشوف الالتهاب والمدة قد إيه بيبدأ بعد كده يشوف التحاليل سرعة الترسيب ال-CRP إذا كان فيه أنيميا ولا لا يشوف معامل الروماتويد موجود في التحاليل ولا لا المشكلة الأساسية في تشخيص المرض كانت أن تحليل الروماتويد زي ما قلنا مش هو الأساس يعني لو حد عنده سكر أو شاكك أنه عنده سكر بيروح للمعمل يحلل السكر يتعرف عنده سكر أو ما عندهش وتنتهي قصة السكر بينما الروماتويد مش كده الروماتويد لو فيه عشرة طبيعيين زينا كده احنا عشرة هنا هوا رحنا عملنا التحليل كده نتطمن على نفسنا ممكن نلاقي واحد أو اثنين عنده في التحليل الروماتويد إيجابي ده مش معناه أنه عنده روماتويد ولا حتى أنه حيجي له روماتويد لكن التحليل فيه نسبة كده إيجابية في الناس الطبيعيين وبالعكس فيه مرضى روماتويد عندهم مرض الروماتويد ولكن لما بيعملوا تحليل الروماتويد بيطلع سلبي يعني لو أخدنا عشرة مرضى روماتويد ومعروف أنهما مرضى روماتويد وحللنا لهم الروماتويد ممكن يطلع واحد أو اثنين ما عندهمش الروماتويد في التحليل فده مش معناه أنه ما عندوش المرض لكن التحليل بتاعه سلبي فده بيخلي الموضوع لازم دكتور الروماتيزم هو اللي يشخصه طيب ايه بقى الأمراض اللي ممكن تتشابه مع اللي احنا قلنا ده في مجموعة أمراض بتتشابه مع مجموعة أمراض فيها أوجع في المفاصل والتهابات في المفاصل تتشابه مع مرض الروماتويد من الأمراض دي مرض التهاب المفاصل الصدفي أو الروماتيزم الصدفي التهاب المفاصل الصدفي ده يعني مرض مفاصل بيجي للناس اللي عندهم الصدفية في الجلد ناخد واحدة واحدة كده نتكلم الأول عن الصدفية في الجلد الصدفية ده مرض جلدي فيه ناس تعرف مرض الصدفية كويس وفيه ناس ما تعرفش الصدفية خالص لكن الصدفية ده مرض جلدي بيشوفوا زملائنا أطباء الجلدية هما بيعالجوا عبارة عن بقع حمراء عليها إشر أبيض أو إشر فضي سيلفر الصدفية دي ممكن تبقى كتير مليا الجسم وممكن تبقى بقع قد كده ممكن تبقى في الضوافر يعني ممكن حاجة كبيرة وممكن حاجة صغيرة في ناس عندها حتة صدفية صغيرة ورودناها بس أو في الكوع أو عند الركبة أو في البطن أو في إشر الشعر بقع حمراء عليها إشر كتير دي ممكن تبقى الصدفية وممكن تبقى الصدفية دي بقع مليا الجسم كله في منها أنواع وفي منها درجات ده مرض الصدفية مرض الصدفية ده مش مرض معدي بالعكس ده هو عبارة عن خلل في المناعة لكن العامل الوراثي في الصدفية بيلعب دور مهم جدا لأن نسبة كبيرة من مرض الصدفية بيكون عندهم في العيلة مريض تاني عنده صدفية وبالتالي لما بنبحث في العيلة بنلاقي أن المرض ده بينتشر أكتر في العائلات طيب إيه علاقة بقى الروماتيزم والتهاب المفاصل بالصدفية في التهاب مفاصل مخصوص بيجي عند مرض الصدفية ده اسمه التهاب المفاصل الصدفي شكله إيه بقى المرض ده المرض ده ممكن ييجي بنفس شكل الروماتويد بالزبط يعني ممكن نلاقي نفس التهاب المفاصل بتاع الروماتويد بالزبط في الصوابع في الروسغين في الكوعين في الرجبتين في الكتفين في الرجلين التهاب مفاصل زي الروماتويد بالزبط لكن عنده شخص عنده صدفية وفي الحالات دي غالبا بيكون معامل الروماتويد في التحليل سلبي فده بيبقى روماتيزم صدفي ساعات بييجي مرض الروماتيزم الصدفي ده بالتهاب في مفصلين أو ثلاثة كبار يعني ييجي في أنكل وركبة وكوع الثلاث مفاصل دول مثلا ملتهابين والتهابوا بقالهم شهر وشهرين وياخد أدوية مضاد للتهاب يروح وييجي والتهاب عمال يروح وييجي ما بيخفش وهو نسي أو الدكتور اللي بيعالجه نسي أنه هو عنده صدفية أو أن حد فعيلته حتى عنده صدفية يعني أحيانا يكون الشخص عنده الروماتيزم الصدفي بينما مرض الصدفية مش عنده أصلا الصورة الثالثة اللي ممكن يظهر بيها التهاب المفاصل الصدفي ده أنه أحيانا بيجي في العمود الفقري زي تيبس الفقرات يعني يبدأ يأثر على الفقرات ويخليها تتيبس وأحيانا بيكون عنيف جدا لدركة أنه هو ممكن يشوه المفاصل بتاعة الصوابع وأحيانا بيأثر على العقل الأخيرة دي من الصوابع رغم أن الرمارة للروماتويد ما بيأثرش أب على العقل الأخيرة دي اللي بيحصل بقى إيه؟ لما بيجي لي حد عنده التهاب مفاصل بالشكل ده ببدأ أشك أنه هو احتمال يكون عنده صدفية أو حد من عيلته عنده صدفية وبتحصل كتير في العيادة نلاقي الحالة شكلها كده روماتيزم صدفي أو ما أقول للمريضة هو أنت عندك حد في العيل عنده صدفية أو أنت عندك صدفية تقول لي آه أنا عندي صدفية مبارح لسه كان عندي مريضة بقول لها أنت عندك حد في العيل عنده صدفية قالت لي أنا عندي صدفية قلت لها فين قالت لي عندي دائرة هنا حمرة وعليها إشر والصدفية دي بقى لها كذا سنة معايا ودلوقتي عندي التهاب مفاصل فالتهاب المفاصل ده بيبقى له علاقة بالصدفية وأحيانا أسأل المريضة أقول لها طب أنت عندك صدفية أو حد في ليلة عنده صدفية تقول لي آه ابني عنده صدفية فالعامل الوراثي ليه دور مهم في التهاب المفاصل الصدفية طيب يهمنا إيه في الموضوع ده يهمنا إن لو أنا عندي صدفية أو حد من عيلتي عنده صدفية لازم أنا كمريض أكون واعي في مفاصل بتلتهب وبعدين الدكاترة مش أخدين بالهم كل شوية يقولوا لأ دي خشونة لأ ده فيه التهابات في المفاصل طب أخدت مسكن والمرض راح ورجع واللي التهابات عملا تروح وترجع ومش لاقي يا سبب أبدأ أفكر ألفت نظر الدكاترة إن أنا عندي صدفية أو إن عندي في العيلة مرض الصدفية تقوم الناس الدكاترة يبدأوا ياخدوا طبعا لو الدكتور متخصص ودكتور روماتيزم وشافها المفروض إن هو من الأول حيقول لها ده روماتيزم صدفي ويسألها في حد عنده صدفية ولا لا الغريب إن ممكن الشخص نفسه ما يكونش عنده صدفية وممكن بعد ما يجيله التهاب المفاصل الصدفي ده بسنين ممكن يجيله صدفية يعني أحيانا الصدفية تيجي الأول وبعدها الالتهاب وأحيانا الالتهاب يجي الأول وبعدها الصدفية وفي الحالة دي بيبقى المريض مستغرب إزاي يجي ده روماتيزم صدفي ولا ما عنده صدفية أصلا التحاليل بتاعة الحالة دي بتكون إيه؟ الروماتويد غالبا 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 بيكون سلبي لكن فيه تحاليل بتاعة الالتهاب بترتفع أهماء تحليل CRP اللي هو بيسموه البروتين النشط أو البروتين التفاعلي CRP ده من أهم التحاليل اللي بترتفع في الالتهاب الروماتيزم الصدفي طيب يبقى المرض ده بيتشابه جدا مع مرض الروماتويد طيب إحنا دلوقتي رحنا وكشفنا واكتشفنا أن إحنا عندنا التهاب الروماتيزم الصدفي اتعملت التحاليل واتشخصت الحالة إيه العلاج؟ علاج الروماتيزم الصدفي بيشبه إلى حد كبير علاج الروماتويد يعني الأدوية الأساسية للروماتيزم الصدفي في منها كتير هو نفسه أدوية الروماتويد وفي منها أدوية ما تنفعش يعني مثلا الكورتزون الكورتزون في مرض الروماتويد بيتعطى وبيحسن وبيجيب نتائج كويسة وبيساعد إنما في الصدفية بيفضل تجنبه ليه؟ لأن إحنا مش عندنا مشكلة مفاصل بس إحنا عندنا مشكلة جلد الجلد لما يكون حد عنده صدفية ونديله كورتزون الكورتزون بيخفي الصدفية مؤقتا لكن أول ما يبدأ الكورتزون يقل الصدفية بتزيد أكتر من الأول ومرض الصدفية الجلدية زي ما قلتلكم مرض مش معدي لكنه مرض مزعج يعني الصدفية دي لما بتزيد بتبقى مزعجة للشخص أولا لأن شكلها مش لطيف حاجات حمراء أو عليها إش وشكلها مش لطيف بالذات لو هي بقعة كبيرة ولو في مكان ظاهر فهي بتبقى مش لطيفة فعشان كده بيبقى هدفنا إن إحنا نحاول نعالجها كمان الخبر الكويس في الموضوع ده إن علاج الروماتيزم الصدفي هو نفسه وإحنا بنعالج المفاصل الصدفية نفسها بتتعالج بنفس الأدوية الأدوية أشهرها الميستريكسيت دي مادلة علمية معروفة بنستخدمها في علاج الروماتويد وهي نفسها بنستخدمها في الروماتيزم الصدفي وفيه برضو الأدوية البيولوجية اللي بنستخدمها في علاج الروماتويد هي نفسها بنستخدمها في علاج الروماتيزم الصدفي الفقرة دي كلها أنا اللي يهمني فيها أهم شيء إن الناس تبقى عارفة إن في حاجة اسمها روماتيزم صدفي معنا تليفون عياد من أسيوط خط قطع طيب بيحاول يكلمنا تاني يا عياد طيب يبقى إذن اللي طلعنا به في الجزء الأولاني ده إن إحنا عندنا مرض الروماتويد عارفينه وفيه عندنا مرض تاني يشبهه اسمه الروماتيزم الصدفي علشان أنا بعد ما عملت حلقات الروماتويد الحمد لله لقيت إن فيه ناس بدأت يبقى عندها وعي وبدأت تفكر تقول أنا ما كنتش عارفة أنا عندي إيه ولما شفتك وإنت بتشرح الإيدين بتورم وتتخشف بدأت تعرف إن فيه حاجة اسمها روماتويد وبدأت تكشف وتعالج وده الهدف إن يبقى فيه وعي عند الناس الناس كل ما تتعلم أكتر وتبحث على الناس وتشوف الدكاترة بيتكلمه يبقى عندها وعي أكتر بحيث إن احنا نتشف الأمراض دي بدري ما نجيش في حالات متأخرة الصدفية برضو الهدف من الفقرة اللي فاتت دي إن احنا نبقى عارفين إن فيه مرض اسمه كده بحيث لو أنا عندي صدفية أو حد في العيلة عنده صدفية وأنا عندي التهابات متكررة في المفاصل يبقى عندي وعي إن فيه مرض اسمه كده ونكمل كلامنا بعد الفاصل مع المرض التاني اللي يشبه مرض الروماتويد وبنكمل كلامنا بعد الفاصل ودلوقتي هنتكلم عن مرض تاني أعراضه أحيانا بتتشابه مع مرض الروماتويد المرض ده اسمه مرض فيبروميالجيا هو اسمه كده بالانجليزي فيبروميالجيا بالعربي بيتقال عليه آلام العضلات اللي فيه أو آلام العضلات العصبية ورغم إنه هو اسمه مش منتشر قوي لكن المرض ده مرض شائع جدا شائع في مصر وشائع في العالم كمان مرض فيبروميالجيا دلوقتي لما حكي لكم الأعراض بتاعته هتلاقوا إنكم تعرفوا ناس كتير عندها المرض ده مرض الفيبروميالجيا عبارة عن إن الشخص بيشتكي لمدة طويلة من أوجاع في جسمه كلها يعني المريض أو المريضة بتيجي تقول أنا بشتكي إن جسم كله بيوجعني وفيه نقط معينة في الجسم بتنقح جامد الجسم كله فيه ألم لكن نقط معينة بتنقح جامد النقط دي أهمها النقط اللي ورا الرقبة يعني من ورا الودان كده خلف الرقبة تلاقي فيه نقطتين كده بين أحو والرقبة من تحت من ورا برضه ونص الكتف وأعلى الصدر تلاقي فيه أوجاع متكررة في الحتة دي والكعين خلاص وتلاقي وجع أسفل الظهر جدا ووجع في الوسط في الجنبين الجنب اليمين والجنب الشمال يعني لما تنام على جنبها اليمين الجنب اليمين يوجعها تتقلب على جنب الشمال الجنب الشمال يوجعها تفضل تقضي الليل تتقELLE ما بين اليمين والشمال بسبب الوجع في الناحيتين وجع في الرجبتين من الداخل لما تنام على جنبها وتحط الرجبتين فوق بعض تقول الرجبتين بيوجعوني لازم حط بينهم مخدة عشان لو حطتهم فوق بعض بيوجعوني المرض ده اسمه مرض فيبروميالجيا أعرضه كده أوجاع عامة لكن النقط دي بتوجع زيادة عن النقط التانية ولما نضغط عليها توجع جامد أيوة طيب الفقرة اللي فاتت احنا كلمنا عن الروماتويد وعن الروماتيزم الصدفي بس ما شفناش الصور فاحنا هنعرض دلوقتي الصور بتاعت الروماتويد وتاعت الروماتيزم الصدفي علشان نكمل بعد كده الموضوع دي صورة الروماتويد في بدايته في بدايته بيبقى فيه صوابع متهرمة بالشكل ده إذا تعالجت في المرحلة دي الصوابع بتبقى كويسة وبنحافظ على شكلها إذا ما تعالجتش بندخل على المرحلة اللي بعد كده اللي في الصور اللي بعد كده اللي بيحصل فيها تشوهات هنشوف الصورة اللي بعد كده اللي فيها تشوهات زي كده دي بالزبط كده دي الصورة التانية دي اللي فيها تشوهات مش كل مرضى الروماتوريات لازم يحصل لهم كده اللي بيحصل له كده حاجة من الاتنين يا إما هو أهمل في العلاج يا إما الدكاتره ما دولوش الدواء المظبوط لكن اللي بياخد دواء مظبوط وبيتعالج مظبوط صورة بتبقى كويسة ندخل على الصورة اللي بعد كده صورة رقم 3 اللي هنبدأ نتكلم فيها عن صور الصدفية الصور بتاعت الصدفية هتتعرض دلوقتي عشان نشوف شكل الصدفية ايه وشكل المفاصل الملتهبة بتاعت الصدفية ايه ده ده دي شكل الصدفية بتبقى بقعة كده البقعة الارضية بتاعتها حمرة لكن عليها اشر بيبقى سيلفر طبعا مش لازم تبقى كبيرة كده ممكن تبقى كبيرة ممكن تبقى صغيرة لكن بصفة عامة شكلها كده احنا عندنا كزا صورة حنعرضها للصدفية ياريت نعرضهم كده وارا بعد ده شكل تاني هول الصدفية احمرار وعلي اشر وزي ما قلتلكم الصدفية في منها كزا نوع في منها نقاط صغيرة في منها بقعة كبيرة في منها ساعات بيكون عليها نقاط صديدية نشوف الصورة اللي بعد كده الازافر شوف الصورة دي فيها صدفية في الجلد في الجزء اللي في الشمال من الشاشة وجزء اللي في اليمين الصوابع متأثرة من الروماتيزم الصدفي الصورة اللي بعدها برضو دي صورة دي صورة الصدفية الصورة رقم 6 هاي قدامنا طيب نشوف الصورة اللي بعدها دي 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 دوافر الدوافر في الصدفية بيبدأ يظهر فيها نقر بالشكل ده وفي حالات للضوافر بتكون أشد من كده يعني دي بس البدايات كده لكن في حالات للصدفية في الضوافر بتكون أشد من كده نشوف الصورة اللي بعدها ده شكل تاني اهول الصدفية برضو شوفوا البقعة مالية الجسم ازاي طبعا دي دكاترة الجلدية هم اللي بيعاجوا المرض الجلدي لكن احنا لما بنعالج المفاصل الجلد بيتعالج معنا برضو طيب دلوقتي هنكمل لسه بقية الصور عن الصدفية وعن الروماتيزم الصدفية اهي دي صورة اهي برضو شوف الصدفية وعلىها القشر والقشر ده المريض بيشيله زي ما احنا شايفينه في الصورة يشيله بايده ساعات لما يشيله بايده ويلاقي نقط دم مكان الصدفية الصورة اللي بعدها دي دي بقى فيها صدفية في الجلد وفيها صدفية عند الصوابع وده اللي بيأثر على المفاصل الصورة اللي بعدها هنا بقى شوفوا الضافر بازل ازاي من الصدفية وكمان المفاصل بتاعت العقلة الاخيرة حصل فيها التهاب من الصدفية الصورة اللي بعد كده دي بقى دي بقى الفايبروميالجي من هنا حنبدأ الفايبروميالجي الصورة دي واللي بعدها حنشوفها نشوف الصورة دي والصورة اللي بعدها الشخص ده بيشتكي من الأوجاع العامة اللي أنا لسه أقلكو عليها أوجاع في الجسم كله مع أوجاع في النقطة المحددة اللي قلتلكم عليها وحالة بقى معلش الكلام تقطع بالصور لكن نرجع نعيد تاني الوجع في الجسم كله آه الوجع في الجسم كله كل الجسم فيه وجع لكن فيه نقطة محددة بتنقح اللي قلنا عليها ورا الرقبة والصدري من فوق وفي الكتفين وفي الكوعين وأسفل الظهر والوسط اليمين لما تنامع على وسطها اليمين يوجعها والناحية الشمال لما تنامع على ناحية الشمال توجعها والركبتين من الداخل توجعها ولو نمت وحطت ركبتين على بعض وهي نايمة على جنبها يوجعوها خلاص دي الأوجاع بتاعة الفايبرومايلجة فيه علامات تانية مهمة جدا في الفايبرومايلجة اللي هي إيه غير أوجاع المفاصل بيبقى فيه صداع متكرر كل شوية يصداع وفيه علامة أهم اللي هي النوم النوم بيكون فيه مشكلة كبيرة دايما اللي عندهم فيبرومايلجة أو ألام العضلات اللي فيها أو العصبية النوم عندهم بيكون متقطع ومجهد يعني إيه مجهد يعني المفروض لإنسان الطبيعي يدخل ينام في السرير ست ساعات سبع ساعات مرتاح البال يصحى الصبح تمام زي الفل صاحي فريش يروح شغله يعمل حاجة طبعا أنا عارف أن الناس كتير هتقول دي حاجة نادرة معادش حد كده لكن على الأقل بيصحى عادي يصحى ويشوف شغله لكن مريض الفايبرومايلجة بقى بيصحى الصبح تعبان جدا ومجهد كأنه طول الليل بيتخانق أو طول الليل بيتضرب يعني السيد بتيجي تقول لي كده بيقول لي طول الليل كأنه كنت متضرب طول الليل كأنه طالع من خناقة طول الليل مفيش نوم ألأ وتقلب في السرير وأصحى الصبح تعبانة جدا كأنه ما نمتش طول حتى لو نامت ست ساعات سبع ساعات ثمان ساعات تصحى تعبانة عايزة تنام تاني يبقى طول الليل مفيش نوم طب وطول النهار طول النهار مش قادرة تعمل شغلها لأن فيه خمول وإرهاق سريع زي ما احنا شايفين في الصورة كده وهتيجي الصورة التانية اللي فيها النقط المؤلمة أيوا الصورة دي الصورة دي فيها النقط المؤلمة اللي بتنقح في مرضى الفيبروميالجيا دي اللي أنا شرحتها لكم هتلاقوا الرجبتين والكعين والرقبة من وراء النقطتين اللي فوق النقطتين اللي تحت والكتفين فاللي يكون عنده الأعراض دي هيلقي أوجع في الجسم كله ونقح وصدع متكرر والنوم فيه ألأ وغالبا بيكون معاه قولون عصبي خلاص الحاجات دي كلها على بعضها لما بتيجي طبعا المريض الحالة دي حالة مزمنة بتقعد بالسنين فالحالة دي لما بتيجي طبعا المريض بيقعد يلف تلاقيه راح لدكتور تخصص كذا وبعدين دكتور تخصص كذا وبعدين دكتور تخصص كذا وبعدين ناس تقوله أصلا انت عندك خشونة في جسمك كله وناس تانية تقولك أصلا انت عندك التهابات في جسمك كله وناس تقولك اصلي هي حالة نفسية وبعدين في ناس تقوله ده انت عندك روماتويد ده انت عندك روماتيزم خطير الناس بتقعب تفكر في افكار كتير جدا طيب نعمل التحاليل التحاليل في حالة الفايبروميالجا بتكون سليمة تماما يعني سرعة ترسيب سليمة انيميا مفيش كله وكاب التمام روماتويد مفيش يعمل الروماتويد اللي بقوله علي تخافي الانتسيسي بيطلع سليم كل حاجة سليمة ولكن الاعراض موجودة ومؤلمة خلاص في الحالة دي بنشخص مرض الفايبروميالجا بمجرد الكلام كذا 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 على بعض تحاليل سليمة ده الفايبروميالجا ممكن يجي معه روماتويد يعني ممكن حد ممكن ممكن حد يكون عنده الاثنين يكون عنده الروماتويد ويكون عنده الفايبروميالجا يبقى ياخد علاج للاثنين ممكن يكون عنده خشونة في الركب وفي نفس الوقت عنده فيبروميالج فياخد علاج للاتنين ممكن سكر ممكن اي حاجة تانية لكن اللي همني ان الحالة دي على بعضها اسمها فيبروميالج خلاص ده مرض مش خطير يعني ايه مش خطير ايه الفرق بالمرض خطير ومرض مش خطير مرض روماتويد مرض خطير لان انا ما عالقتوش المفاصل بتتشوه ولو عالقتو متأخر مش حال حقها مرض الصدفية برضو لو اثرت على المفاصل مرض خطير لان انا لو ما عالقتهاش بدري مش حالحقها مرض الفيبروميالج احب اطمن المريض انه رغم ان الالام شديدة ورغم انه ما بينامشي ورغم انه بيعاني من الصداع ومن القولون وانه بقاله سنين بيعمال يلف عدة كثرة ومش بيتعالج اطمنه ان على الاقل المرض ده مش خطير ما بيقديش لمشاكل لكن لازم يتعالج بيتعالج بادوية الادوية بتاعت الفيبروميالج ادوية برضو بسيطة جدا ولا بقى فيها كورتزون ولا فيها حاجة فيها نسبة كيماوي ولا فيها حاجة بتأثر على الكبد ادوية بسيطة جدا بتبقى اغلبها ادوية ما بين ادوية اعصاب مهدئة شوية للاعصاب وادوية باسطة للعضلات ومضادة للالتهاب لان مرض الفيبروميالجا ده اصلا مرض ناتج عن التوتر الشديد يعني الناس بيبقى عليها ضغوط لفترات طويلة ضغوط ورا ضغوط ورا ضغوط فيه ناس بتاخد الضغوط دي على اعصابها يعني فيه واحد لو الدنيا ولعت حوالي مش فرق معها حاجة خلاص ده ما بيعياش انما اللي بياخد كل حاجة على اعصابه وبياخد كل حاجة على انفعالاته بيبدأ جسمه يتفاعل معنا تليفون مين ام نادة من القاهرة اهلا يا ام نادة لو سمحت انا بقى لي 31 سنة في موضوع اللي حادثك بتتكلم فيه بس انا لما دخلت عنات لاني ده كثرة طبعا ما خدش ولا عارفتها يعني من زمان ما عارفت ااخد منهم اي حق يعني فلما دخلت عنات اه فيه لخبطة بين ثلاث امراض الفيبروميالجا اللي حادثك بتتكلم فيها تمام والكرونيك فاتشيج اللي هو الاجهاد المزمن تمام والانتفام نيوليكيس اه وانا فهلا عندي والايه؟ بس انا مش عارف الانتفام نيوليكيس ما عارفش عن ساعة كويس انتفام نيوليكيس حاجة زار مرتبطة بالمخ انا برضو مش مصل للاسم بصراحة لكن عموما الكرونيك فاتيج اه تفضل يقوله سؤالك انا دلوقتي عايز اعرف انا اشخص حيثي انهي حانة فيهم لان يثير لخبطة او تداخل في الاعراض يكون اصدق المرض التالت بوليمايالجيا روماتيكا اه فيبرومايالجيا بات هما دائما بتتكلمه في الفيبرومايالجيا وفي الكرونيك فاتيج لا خلاص انا عرفت سمعتك بتقولي فيبرومايالجيا وكرونيك فاتيج سندروم دول مرضين المرض التالت اصدق بوليمايالجيا روماتيكا اوالا قصدك ايه لا انا معارش هماك دائما بيقولوا انا معارشان عنتي الا ان انا دلوقتي في مجموعة اه اه يعني انا جائبة من الناس مجموعة اه اه تحاليل اعملها منهم مثلا اتشتاين اتشتاين بار انا معاروش ايه اتشتاين بار اشتاين بارده فيروس اشتاين بارده فيروس هل الحاجات دي موجودة يعني انا عاملة طبعا بحث جامد وكاذبة الحاجات دي كلها هل اروح عند انه تخصص يوجهني صح يعني التحليل دي تفهم الاعراض اللي قلتيها الاعراض اللي عندك زي الاعراض اللي انا شرحتها دلوقتي الاعراض اللي عندي حضرتك مالش الاعراض اللي عندي اجهاد على طول مزمن النوم متقطع بقوم طبعا زي ما حضرتك بتقول بقوم تعبانة جدا ما بقضاش انا كنت بروح الشغل معلش كنت باخد يعني مسكنات يعني جامدة شوية فالتامول والحاجات دي انا عشان اقدر اقف شوية انا طبعا دلوقتي بجيب من امتنان يعني امتنان الوحيدة اللي شفتها عاملة ورقتين كده عن الاجهاد المضمن يعني انا مبروها عند الدكتور بيقولي انتعام بتحالة نفسية طبعا هم اثبتوا في الناس الابحاث اخر الابحاث انها مش حالة نفسية ولا حاجة تمام وبعدين لو حالة نفسية قد انتحرت من زماننا ان بقولك واحد وتلسين سنة انا متضايقة من نفسي يعني طيب تمام انا لسه اقل ان هو فعلا بتبقي متضايقة وبتبقي فاكرة يعني فيه حالة خاطئة طيب وبقوم تعبانة طبعا مش بعرف أقوم أعمل حاجة طيب حضرتك حاليا سنك قد إيه أنا سني دلوقتي 62 سنة طيب 62 سنة أنا جالي في ذكاية دي من أنا عندي 34 سنة تمام من سن 34 سنة يبقى الأغلب أنها فيبروميالجيا لأن حالة الكرونيك فاتيك سندروم بتختلف شوية عن حالة الفايبروميالجيا فيبروميالجيا ممكن تيجي في سن صغير الكرونيك فاتيك سندروم أغلب أنها تيجي في سن كبير والكرونيك فاتيك سندروم ما بيكونش فيها النقط النقط المؤلمة اللي أنا قلت عليها آه آه ممكن تاخد التلفون من كنترول وتتواصل معنا إن شاء الله لكن هي دلوقتي الكرونيك فاتيك سندروم ما بيكونش فيها النقط المؤلمة اللي أنا قلت عليها والكرونيك فاتيك سندروم عادة ما بيكون في سن كبير يعني المدام أمه ندا لما قالت كورونيك فاتيك سندروم هي واضح من الصوت من السن في الستينات يعني لو الحالة دي بدأ عندها من سنتين تلاتة تمشي أكثر مع كورونيك فاتيك سندروم وما يكونش فيها النقط المؤلمة إنما حالة الفايبروميالجيا واضح إنها بدأ من سن 31 سنة وهي حسب كلامها إن ده ماشي مع ده طبعا ما قدرش أقول على حد بالتليفون كده على طول إيه ده أنت عنك فيبروميالجيا إن لازم أتأكد إن فيش أمراض تانية يعني مثال مثلا في مريضة وهي عندها 31 سنة لها الروماتويد فالروماتويد بدأ يعمل لها آلام والروماتويد نفسه هو اللي عمل لها إجهاد وهو اللي خلها ما تنامشي من الوجع وهو اللي خلها زعلانة من إنها تعبانة فبدأ بالتدريج ييجي معها فيبروميالجيا ممكن يقعد 20 سنة فيبروميالجيا لكن السبب الأصلي هل هي بدأت فيبروميالجيا الوحدها يعني المرض بدأ من نفسه إن كان فيه مثلا إجهاد ذهني أو توطر أو نوع من أنواع الاجتئاب الأول وبعدين ظهر المرض ولا كان فيه مرض تاني إحنا ما نعرفوش ده بيظهر في الأول في التحليل يعني من أول متعبت خالص وي عندها 31 سنة ولا 34 سنة بيتشاف إذا كان فيه حاجة في التحليل ولا لا حاليا حسب كلامها الفيبروميالجيا موجودة لكن هل معها حاجة تانية ولا لا دي طبعا مش هيضر يعرفها إلا اللي هو عد يسمع الموضوع كله ومعنا تليفون تاني أمم إبراهيم اتفاضلي يا أمم إبراهيم السلام عليكم عليكم السلام أهل يا أمم إبراهيم نحس بالأعراض اللي قلت عليها الألم اللي في الكتاف والألم اللي في الرقبة والألم اللي في الرقب الرقب في حاليا بقدم رجي ما أنا قدرت ساعات نسميها في الحمام ويجينا وينام وانتروا الصبحة طازعة عن أنتروا الساعة خمسة ما أنا قدرت نكمل لنام حداسر انتروا خمسة نلقى جنب واجعاني ورجي اليمين واجعاني لكن عندك أي أمراض تانية يا أم إبراهيم ولا هي بدي بس؟ نعم أنا سكيت من أمراض خالصة طيب وعملت أي تحاليل؟ عند تحاليل ما فيش حاجة بس ما أنا عايزة نلعص على طول استمره غوي وعايزة ننام كويس جدا يعني طول الليل ما بتعرفيش تنامي وطول النهار تعبانة وعايزة ننامي أه وأني يا دكتور أن نفسيتي تعبانة ونحس أنه عايزة نأكل يعني نفسيتي مهزولة عن الوقت وطول ما نكل ضجهه يعني نفقر نفقر ونتغدر كل شي تاني نفسيتك تعبانة يا أم إبراهيم هقولك ما هي النفسية تعبانة جزء من الحالة والاتنين بيتعالجوا بنفس الدواء ونكمل إجابة السؤال ده بس بعد الفاصل ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل زي ما سمعنا المكالمتين بتوع أم نادا وأم إبراهيم بيوصفوا الأعراض بالزبط بتاعة الفايبرومالجة هي بالزبط اللي أنا اتكلمت عنها قبل الاتصال التليفوني وأم إبراهيم قبل ما تقفل قالت أنا زعلانة جدا ومكتائبة جدا وحزينة جدا الفايبرومالجة هو مش مرض نفسي ولكنه اسمه مرض نفسي جسماني يعني فيه جزء من التوتر جزء من الديق جزء من الاكتئاب لكن ده خلاص تحول إلى مرض في الجسم يعني تحول إلى آلام في العضلات تحول إلى آلام في الجسم فبقاش اسمه مرض نفسي بقى عندنا دلوقتي مشكلة جسمانية فالمشكلة الجسمانية دي لازم تتعالج العلاج مهوش صعب العلاج بأدوية بسيطة مهدئة للأعصاب وبتمشي على الأدوية وبخلال فترة يعني طبعا الحالة ما تكون قاعدة 31 سنة لو تعاجد في 6 شهور أو سنة يبقى حياة كويسة جدا لكن المهم أنها تبدأ العلاج الصحيح نكمل بقى كلامنا احنا الوقتي اتكلمنا عن الروماتيزم الصدفي وتكلمنا عن الفايبرومالجا وقلنا علاجها طيب الحاجة الثالثة اللي أعراضها بتتشابه مع أعراض الروماتويد هي خشونة المفاصل لما تيجي في الإيدين بالذات في الإيدين لأن خشونة الصوابع زي ما احنا شايفين في الصورة كده شوف الصوابع هتلاقي فيه انتفاخات في العضم بتاع المفاصل الانتفاخات دي ودي زيها برضو الانتفاخات دي بعض الناس وفيه صورة ثالثة كمان أيوة دي الانتفاخات دي بعض الناس لما بتشوفها بتفتكر أن ده ممكن يبقى روماتويد لكن الحقيقة أن ده مش روماتويد ده خشونة عادية خالص بنفرقها إزاي الخشونة عن الروماتويد مدام الشكل بالشكل ده أولا احنا اتفقنا أن الروماتويد عادة ما بيأثرش على العقل الأخيرة دايما بيأثر على اللي قبلها ثانيا الخشونة بيكونش معاها التهاب يعني ما يكونش معاها ألم شديد ولا تورم ولا ارتفاع في التحليل إنما الروماتويد بيكون معاها كده معاها تخشيبة الصبح طوiliت فترة طويلة بيكون معاها تورم في المفاصل معاها ألم شديد لو لمست المفصل بيبقى فيها ألم شديد بيبقى معها ارتفاع في سرعة ترسيب معها أنيميا شوية إنما الخشونة ما بيظهرش معها الحاجات دي فعشان كده لازم نفرق بين الاتنين الخشونة فيه بقى آخر حاجة إن بعض الناس بيكون عندهم مرض السكر مرض السكر أحياناً بيعمل حاجة اسمها التهاب الأعصاب الطرفية ده بيجي في الإيدين وفي الرجلين وأحياناً الناس بيختلط عليها الأمر وتتخيل إن ده مرض الروماتويد نتيجة تنميل مستمر في الإيدين مع أوجاع بينما هو المفروض يكون متابعة السكر بتاعه ومضبط السكر بتاعه ونبدأ نشوف التهاب الأعصاب ده والتهاب الأعصاب يتعالج وما يكونش فيه روماتويد ولا حاجة الفرق بين ده وبين ده إيه؟ ده التهاب أعصاب يعني بيبقى فيه تنميل فيه حرقان صابع بيعلق بينطر فيه صابع كده بتنتر بتيجي من مرض السكر لكن ما بيكونش معها مفاصل ملتهبة ومتورمة ومتخشبة الصبح ولا التحاليل بترتفع فكده احنا تكلمنا عن الأمراض اللي بتتشابه مع مرض الروماتويد وإن شاء الله في الحلقات اللي جاية هنكمل كلامنا عن باقي الأمراض الروماتويدزمية كده احنا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة أتمنى إن أنا أكون غطيت الموضوع بالكامل وجاوبت على معظم أسئلتكم واستفصالاتكم وإن شاء الله بكرة معدنا مع ياد التجميل ودكتور أحمد عادل وإلى حلقة خادمة إن شاء الله